النازحين من قطاع غزة وقتها تحدثت على 283 ألف نازح في نهارين فقط العدد يولي 400 ألف نازح والتقديرات تشير حتى إلى وجود أكثر من مليون نازح هذا النطق الرسمي باسم الأونروا قالوا أن مراكز الوكالة جنوب غزة استقبلت نحو 400 ألف نازح ولكن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من مليون نازح نحكيه على 400 ألف مشاولي مراكز الأونروا والبقية تفرقوا ما بين اللي في المستشفيات ما بين اللي مشاولي مناطق أخرى بحثا عن الأمان ولكن الحمد لله أنه قاعدة وصلنا الفيديوهات من غادي مش نعرفوا حقيقة الوضع حقيقة الوضع عندهم يقولوا ما فما حتى ما كان آمن في قطاع غزة لأن القصف في كل مكان ما يهمهمش لمستشفيات لمدارس وأكبر دليل على ذلك منظر فيديوه واضح وصريح وقت اللي وزوا عليهم كل منشورات اللي هبتتها الطائرات الإسرائيلية طالبوا فيها الناس بالخروج من منازلهم وقالوا لهم نشيوا في الطريق الآمن بعدوا خاطر بش نقص في المكان وهم خارجين ماشيين في الطريق هذكا قاموا بقصفهم وهم في الطريق معتها استهداف مش المنازل مش الوحدات السكنية استهداف للناس مباشرة والفيديو موجود وواضح للحظة استهداف الناس وهما نازحين خارجين لهاز جرية لهاز شوية مؤونة كل واحد شنوا وهاز وماشين على أساس انهم هربين من قصف قصفوهم وهما سيرا على الأقدام بش نكشفوا وش نتأكدوا من كذب الاحتلال واستهدافوا للمدنيين العزل والأطفال وهذا اللي خلا حتى تبعت مليحا والناس بعد الحادثة اللي صارت هذي قولك اينا هربت من القصف قصفوني وانا نمشي فبرشة ناس خرجت من ديارها رجعت حاليا لديارها قولك على أقل نموت وانا في داري نموت بشرف أحسن من اني يكون هرب ويقصفوني ونموت على كل هذه بعض التطورات مش نزيدوا نحكيوا عليها بعد شوية في لجوغنال ما خلينا نعطيك الكلمة منذر في ليديتو الترجيدية الفلسطينية نحكي على الترجيدية الفلسطينية ونحن في خضم الحرب على غزة عديد الأصوات وبش نحكي من غير خفازات كما يقولوها بعيد على المجاملات وبعيد على الشعبوية كذلك الماسات الفلسطينية هي الآتية أنه الآن في هذا الظرف دون البندقية سيكون مصير القضية التصفية النهائية واقع ضروري النعيه يلزم فما وعي عربي بالآتي إذا نمشيه في نهج التفاوض ونهج المهادنة النتيجة ستكون كارثية ستكون الحصول على ما يشابه وما يعاد البلدية بالنسبة للشعب الفلسطيني تضحيات منذ 48 ونظالات وشهداء ومواجهات وحروب والنتيجة وفق نهج التفاوض وفق ما يطلبه الغرب سيكون ستكون النتيجة كارثية يعني تواصل استيطان يعني تهجير يعني تجويع يعني عنصرية يعني رفض حق العودة وهكذا دواليك بعبارة أكثر وضوح سيكون ما يصير الشعب الفلسطيني على شكل الونود الحمر في أمريكا ريزارف يعني في محتشد وتنتهي المسألة هذا ما يرضي الغرب هذا ما يرضي الغرب ما يحصل الآن أن داخل الخيمة الفلسطينية لست أعلم إن كانت هناك لا تزال هناك خيمة فلسطينية فمت نزاع نزاع بين طيارين الطيار التقليدي فتح والشعبية والديمقراطية وتنظيمات التي شكلت تاريخيا منظم التحليل الفلسطينية منظم التحليل التي رأسها الآن محمود عباس والطيار الإسلامي للتذكير أنه الطيار الإسلامي تم دعمه في مرحلة من المراحل يعني التغاذي عن تناميه في غزة قبل عودة ياسر عرفات وتركيز السلطة الوطنية فلسطينية في رمالة على أساس أنه إسرائيل كانت ترهن على شق صفوف الجبهة جبهة التحرير الفلسطيني حماس والجهاد الإسلامي ليسوا جزء من منظم التحرير الفلسطينية ونظريت أن منظم التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد الشعب الفلسطيني لا تلزم هذه الطيارات وحيث بات إسرائيل أن هذا يضعف صف المقاومة الفلسطينية لكن في المقابل في المقابل تنامت حماس تتورت وتمددت تنظيميا وماليا وأيضا في مستوى التحالف الإقليمي وأصبح لها غيطة وأصبحت لها أنياب توجع إسرائيل المواجهة الحالية هي مواجهة مأساوية مأساوية لأن كما قلنا في أكثر مناسبة أنه الضحايا رقم واحد هم من؟ هم السكان العزل السكان من المدنيين من الأطفال من الشيوخ لكن طبيعة المعركة تحتم أن يكون أدوات الحرب أن تكون أدوات الحرب في غزة إسرائيل تقول بأن حماس تستعمل السكان كدرع بشري وليس في إمكان حماس أن لا تفعل ذلك لماذا؟ لأن المقاومة الفلسطينية عامة فقدت القواعد التقليدية في البداية الأردن وكان أيلول الأسود وتخلص النظام الأردني من المقاومة الفلسطينية آنذاك لم تكن هناك فصائل إسلامية الجبهة الشعبية بالأساس وفتح بقيادة الزعيم الراحل ياسع عرفات التصفية الكاملة بالدم وقع ترحيل المقاومة بعد ذلك تمركزت المقاومة بين العراق لكن أيضا سوريا وخاصة لبنان لبنان كما تعلمون الحرب الأهلية منتصف السبعينات لكن أيضا الترحيل الكامل للقيادات وللمقاتلين وللتنظيم العسكري للمقاومة 82 بالاجتياح في الأثناء أحكمت الأنظمة العربية التوق حول التنظيمات الثورية الفلسطينية التوظيف بمعنى أولا تشريع الاستبداد في المنطقة العربية الحكم بموجب قانون الطوارئ في سوريا في العراق في مصر على أساس أنه نحن في وضع مقاومة في وضع مواجهة وليس الوقت وقت ديمقراطية ولا حقوق الإنسان عندها في تلك الفترة قبل مؤتمر مدريد كانت الاتجاهات العامة للمقاومة الفلسطينية هي العملية الخاصة عملية مونيخ ثم أنتيبي في يوغندا عملية تحويل وجهة الطائرات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أصبح هذا الفعل تحت مسمى الإرهاب أصبح غير ممكن على الأقل سياسيا في مستوى الجدوى السياسية أن تتحرك التنظيمات الثورية الفلسطينية في بقاع العالم فقدت كل القواعد بالنسبة لبلدنا التوق سقط النظام في العراق النظام في سوريا الآن يترنح الجبهة اللبنانية مغلقة يختزله حزب الله وهو ورقة إيرانية لم يعد في إمكان المقاومة الفلسطينية أن تكون في خط المواجهة العسكرية مع إسرائيل بالتالي لم يعد في الإمكان إلا ما تمارسه الآن حماس الوضع مأساوي الضحايا بالطبع والتضحيات غالية وعالية جدا لكن ليس ثمة أي سبيل آخر عداء العودة إلى العملات الخاصة وهنا بالطبع تهمة الإرهاب ستلاحق كل التنظيمات الفلسطينية في هذه الحالة لم يبقى إلا هذا الوضع المأساوي أمام من وأمام ماذا تواطئ الأنظمة العربية إغلاق الجبهات في بلدان التوق وسقوط تلك المقولة المقولة التي تبعت مرحلة كاملة في مؤتمر الخرطوم اللقات الثلاثة لا صلح لا اعتراف لا تفاوض الآن الخطاب الفلسطيني يعود إلى منطق التقاطب في ظرف مواجهة في ظرف مأساوي أعتقد أن خطاب محمود عباس بالفعل خارج السياق وخارج الموضوع كليا لأن المطلوب هو طرح سؤال أساسي أمام الضمير العربي قبل كل شيء دون مقاومة عسكرية دون ما يحصل في غزة أي بديل البديل يمثله عباس في تهميشه في الوضع المحزن الذي انتهى إليه وهو وضع من يكرر من يكرر قول أنتوني بلينكن بفعل شبيه بفعل الببغاء في الأثناء في هذه اللحظات العشرات من أصحاب الجنسيات الأجنبية ينتظروا أمام الجانب الفلسطيني من معبر رفح بانتظار فتحه القهراوي إنه المعبر بشي تم فتحه لعندهم جنسيات غير جنسية الجنسية الفلسطينية بما معناه إنه الناس اللي كانت وقته يصير قصف وتمشي الداوي في مصر ممنوع عليها أنها تتعدى تموت غادي حتى لو محتاج دواية ومحتاج مستشفيات تموت غادي يبدأوا الفلسطينيين يشوفوا فلي عنده جنسية أخرى ينجم يتعدى المصر وهو من نجم مش يتعدى المصر عن قمة القهر والظلم والإحساس بالقهر اللي بشيشعروا به الفلسطينيين في هذه اللحظات فعلا شي مؤسف للغاية يلا فاصلوا هنا رجل ترجمة نانسي قنقر